السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعرف على دعم الوحدة الخامسة الأسبوع السابع والعشرون الحصة العاشرة إذن عندنا مجموعة من المنتجات الغدائية سوف نضع لها أرقاما بحيث سوف نقسمها إلى مشروبات ونشويات وخضر وحليب ومنتجاته ولحوم وبدائلها ومواد ذهنية وسكر ومنتجاته إذن سوف تجيب يا ابن المتعلم نعم عندنا أرز فهو من النشوية الحبوب حسن جدا ثانيا السمك سوف نضعه رقم خمسة لأنه من اللحوم وبدائلها نعم الأرز الزبدة نعم صحيح فهي مواد ذهنية زيت أيضا ستة مواد ذهنية خمسة لحوم وبدائلها يقطير نعم صحيح من الخضر والفواكه الإجاز فاكهة نعم ياغورج الحليب ومنتجاته أربعة نعم حلوة السكر والمنتجات السكرية نعم دجاج رقم خمسة اللحوم نعم الجوبن رقم أربعة الماء رقم واحد نعم صحيح الآن التمرين الثاني سوف نشطب على المواد الغذائية التي لا ينبغي أن أتناولها أحيانا بكميات كثيرة يعني سوف أشطب رسم الغذائية الذي ينبغي أن أتناوله أحيانا بكمية قليلة جدا إذن عندنا الحلويات الشوكولاتة البطاطس مقلية والمشروبات الغازية ثم المتلجات إذن سوف نشطب على رقم واحد وثلاثة أربعة ستة وتمانية بالنسبة للتمرين الأخير فالنمو الجيد يحتاج إلى الاستراحة يعني استراحة الجسم وهذه الاستراحة تساعدني في حفظ المعلومات فالنمو الجيد يساعدني على النمو ويساعدني على الاستراحة وحفظ المعلومات النمو الجيد يساعدني على الاستراحة وفي النمو الجيد وفي حفظ المعلومات إذن سوف نقسم هذه الوجبات الغذائية أو هذه المواد إلى في هذا الجدول بالنسبة للمشروبات بدون سكر عندنا حليب وماء ثم مادة نعم مشروبات نشوية وحبوب بطاطس مسلوقة وبالنسبة الخضر والفواكه برتقال غص طماطم بقدونس خيار توفاح والحليب والمنتجات جبن حليب رائب زبدة بيض مسلوق في اللحوم الأغذية الدهنية زيت والمنتجات السكرية شيء ومربع بالنسبة لتحضير السلطة نعم ماذا تقترح علينا في تحضير السلطة نعم يمكن أن نستعمل الطماطم والخيار أو الخص والزيت الزيتون نعم والطبق الرئيسي يمكن أن نستعمل الدجاج أو اللحم أو السمك إضافة إلى بعض الخضروات أحضر صلطتي من الفواكه يعني ممكن أن نستعمل أي فاكهة في هذه الصلطة ومن الأفضل أن لا أستعمل السكر وأتناولها بشكل طبيعي أحافظ على المضافة أضع القمامة في سلة المهملات ونظف الطاولة التي أستعملها وأغسل يدي وأسناني وبالتوفيق إن شاء الله